موسيقى العمليات في الفترة الأخيرة والتهجير والاستداق القادمين على مرحلة تهجير رفح الثانية فالأمور طبعا معنويات القوات الأمنية هناك صفر لأنه لا حرب يعني معظم حتى الناس لما بتتلاقي أحد الزباط أو الجنود في ناس شرفاء في الجيش بقول لهم يعني الموضوع أكبر مننا أكبر من الأنفاق وأكبر مننا ومنكو يعني ناس تحس أن بعض أفراد الأمن مجبورة على اللي هي فيه فأكيد بحسهم على الاستمرار وتكملة المنطقة العازلة وتكملة تهجير الناس وتفريغ المنطقة من السكان لأنه لا يوجد هدف حقيقي للحملة يعني القوات اللي موجودة على الأرض لا ترى مقاتلين تقاتلهم لا ترى أهداف تضربها لا ترى إرهاب بعينها فقط هي تذهب بالحملات إلى المنازل تحرق المنازل وتحرق في العرائش وتهدم أبار المياه هذا كلام فاضي يعني هذا من فرض هذا يعني وحدة إزالة مباني تعمل الكلام دي يعني أي الجيش العظيم دا اللي كل قصة بحرق عشاش يعني نجبنا الطفل مش شارع حيحرق ألف عشا مش بطولة يعني وبيفتخروا بيها المتحدث العسكري كل يوم منزل عبيان وحرقنا عشرين عشا ترجمة نانسي قنقر